السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله تعالى معانا فيديو جديد النهاردة هنركب فيه السوستة لجاكت نفخ او جاكت بامب اول خطوة بعملها ان انا بحط السوستة كده انا فيه اثنين سنت سايبهم في الجاكت من تحت للبطانة وللشريت اللي هيركب في اخر الجاكت من تحت عشان اقدر اركب البطانة الجاكت ده كنا عاملين فيه افراط لو فاكرين في البداية السابقة واحنا بنقص عشان نعمل الخياطات اللي موجودة في السيد واحنا بنضرب الفايبر مع القماش بتاعنا هبتدي اصبط السوستة كده مع الافراط اللي انا عاملها في الجاكت او مع الخياطات اللي انا عاملها في الجاكت وهبتدي احط علامات لنفسي ما بين مثلا كل فورتين ثلاثة كده على السوستة وعلى الجاكت نفسه طبعا العلامات انا بحطها على ظهر السوستة لان انا هركب على ظهر السوستة ووش السوستة هو اللي هيبقى ظاهر خارجي في الجاكت بشكل ده انا علمت السوستة مع الناحية الاولى من الجاكت وهبتدي اصد او قصاد العلامات بتاعتي هبتدي اكمل علامات السوستة في الناحية التانية من السوستة اتمنى بس كلامي يكون مفهوم او واضح انا بحط خطوات لنفسي او علامات لنفسي عشان لما اجي اشتغل ما يطلعش جنبي عندي اطول من جنب ويحصل عندي مشكلة هتأكد ان العلامات بتاعتي مزبوطة تمام نفسي الناحية التانية ونفس الاثنين سانتي اللي انا سايبهم تحت برضو يبقى موجودين في الناحية التانية الخطوة اللي بعد كده انا هنقل العلامات على الجاكت نفسه فايتة العلامات دي زي ما وردت لحضراتكم عشان ما يطلعش جنب اطول من جنب والخياطات تبقى مقابلة بعضها ويبقى شكلها كويس وشيك محتاجة تركيز شوية وان شاء الله هتنجحوا ان انتم تعملوها لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو واكتبونا في التعليقات لو عند حضراتكم اي اسئلة او اي اضافة هبتدي كده اوضح العلامات اللي انا علمتها في السستة هبتدي اوضحها في الجاكت نفسه عشان لما ايجي اشتغل تبقى كل حاجة سهلة وبسيطة ان شاء الله الطريقة دي تكون سهلة بأكد بس احنا هي طبعا السستة بتاخدش الوقت ده كله بس احنا بنحط نظام او طريقة للناس المبتدئة او الناس الاول مرة تعمل بالشغل ده عشان نسهل عليهم الامور طبعا الدواسة اللي انا هركبها ديت اسمها رجل غراب بتبقى مخصصة للسستة يعني او لبعض انواع السستة وهقول لكم لي دلوقتي واحنا بنشتغل وطبعا اقدر اركب السستة دي بالدواسة العادية على حسب اللي انا عايزه بس هنشتغل في الاول كده انا هبدأ من ناحية اللياءة من فوق ادي العلامة بتاع خط اللياءة مع العلامة اللي انا علمتها في السستة وهبتدي اشتغل بهدوء جدا حد هيقول لي انت ليه مركب الدواسة ديت رغم ان انت عندك عرض السستة يسمح بالدواسة العادية هقول لحضراتك دلوقتي وهتشوفوا ايه فايدتها وانا قصد اعملها بالشكل ده هبتدي اصلا ازبط العلامات بتاعتي زي مواضح قدام حضراتكو كده وازبط قماشي لازم ضروري جدا كل العلامات اللي انا عملتها تيجي على نفس العلامات اللي موجودة في الجاكت حسيت ان فيه علامة مش هديجي على علامة التانية اشد الجنب اللي هو ناقص لو السستة اطول اشد الجاكت نفسه لو الجاكت اطول اشد السستة نفسها بس انا ركبتها بسهولة زي مواضح قدام حضراتكو بالشكل ده واد الاتنين سانتي اللي انا سبتهم في اخر الجاكت من تحت عشان لما نيجي ركب البطانة فيما بعد وبكده ركبت اول ناحية من السستة بس فيه نقطة مهمة هقول لحضراتكو عليها حالة لو جيت قلبت كده شايفيني المسافة دي ما بين الجاكت وما بين عضم السستة نفسه دي بترجع لرابط حضراتكو اذا كنتوا عايزين عضم السستة نفسه يبقى هو بس اللي ظاهر هتطر ان انا اركب دواسة رجل الغراب ديت اللي واضح قدام حضراتكو وضروري جدا وانا شغال اخلي الدواسة نفسها يعني جنب السنان بتاع السستة بالزبط حتى ايقول لي طب خيطت الاول ليه الناس المبتدئة انا بنصحهم ان هما يخيطوا السستة الاول وبعدين يرجعوا يزبطوها بالشكل اللي هما محتاجينه اهمية دواسة رجل الغراب انها بيتباين لي الجزء بس الخاص بالسنان في السستة او عضم السستة نفسه بس كده انا ركبت اول جمب اهو بالشكل ده مفوش اي مشكلة خالص هبتدي اركب الجمب التاني او الناحية التانية اول جمب انا ركبته من اللي يقى من فوق الجمب التاني انا هركبه من الجاكت من تحت هبتدي ابدأ من النقطة اللي انا انتهيت منها في الناحية التانية وطبعا انا شرحت لحضراتكم ان السستة ليها وش وظهر طبعا وش السستة هيبقى مع وش الجاكت ودي اول فرط في الجاكت من تحت هحط معا السستة بالشكل ده كده والناحية ديت انا اركبها بالدواسة مباشرة من غير ما اخيطها يعني من غير ما اخيط السستة الاول في الجاكت وارجع ازبطه زي ما عملت الناحية الاولى لا انا هشتغل مباشرة بالدواسة وهمشي بالخياطة جنب السنان بتاعت السستة بالزبط بقدم لحضراتكم الشغل باكتر من طريقة عشان الناس تستفاد او اللي بيشوفنا يستفاد ونكون بنقدر نقدم له معلومة تفيدوا ويقدر يشتغل بيها وربنا يجعلنا سبب لناس تتعلم ويكون المجال ده مصدر رزقهم هبتدي عدي جرار السستة كده بعد الدواسة عشان ما يغبطش معي في الدواسة بساهل على نفسي يعني ازبط وماشي الجاكت معه وماشي السستة بالزبط بامسك طبعا الجاكت من ورا والسستة من قدام والاتنين مع بعض بشدة معينة هنا كده حصل فرق بتاع اتنين ميلي هو مع اللياقة هعمل ايه هشد اللياقة شوية وهزبط العلام على العلام او العلام على العلامة بشد جسم الشاكت نفسه وهبتدي اشتغل وبكده بقى ركبت السستة طبعا يا لسه هتدرس بعد كده بعد ما يركب لها البطانة هركب كده واتأكد هل انا ركبتها صح او لا هبتدي اقفل السستة شايفين عظم السستة بس اللي ظهر ودي فايدة الدواسة اللي انا كنت بشتغل بيها اسمها رجل غراب اهو كل المقابلات تمام مفيش جنب اطول بين جنب شكلها حلو اللي ظهر بس ابن السستة عظم السستة شايفين الخياطات مقابلة بعضها ازاي فيش اي مشكلة خالص لو اتبعتوا الخطوات اللي انا وضحتها لحضراتكم ان شاء الله هتركبوا السستة دي بسهولة جدا ومن غير اي تعب ومن غير اي مجهود وان شاء الله تطلع معاكم نضيفة وجميلة باذن الله تعالى وده لسان كده كنت عامله في اللياء شلته فيما بعد يعني وممكن تركبوا فيما بعد بانتا كده تغطي السستة وممكن ما تركبوهاش الموضوع بيرجع لحضراتكم اشوفكو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعمل فيه اسورة الجاكت عشان تكون كل الامور واضحة لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله